موضوع كبير قوي مادونا انت كنتي بتبلغي السبب انه انا اصلا كنت كده من وانا صغيرة ازاي اكتشفت فيه انه ممكن التوقعات دي تبقى مبالغ فيها او مناسبة انا بدأت امشي سكة مختلفة معايا ناحية الكمالية دي بس الحقيقي انه توقعاتنا كتير بتبقى مبالغ فيها هاي مادونا هاي هاي زي الاخبار مبسوطة انك تكوني ضيفتي النهاردة في بودكاست سات سابين بيرنس مادونا عايزة اتكلم معاكي عن الكمالية وتربية الاطفال ايه رأيك في الموضوع ده موضوع كبير قوي انا يعني من كلامنا عن الموضوع ده انا عارفة انه عندك فيه خبرة ويمكن خبرة عشتيها سنين طويلة حتى من وانت طفلة بس الحقيقي انه توقعاتنا كتير بتبقى مبالغ فيها ويمكن بنكتشف ده متأخر او بدري مش عارفة بس نحب نسمع تجربتك في الموضوع ده تحبين بدأ منين انت قوليلي الاول لوفي عندها كم سنة لوفينا عندها سبع سنين ايه تجربتك معاها من خلال الكمالية ايه التوقعات بتاعتك منها كنت ازاي بتطلبيها ازاي اكتشفتسي انه ممكن التوقعات دي تبقى مبالغ فيها او مناسبة احكيلي تجربتك فاول ما بدأت تدخل المدرسة كنت زي اي ام طبعية بتفكر انه انا عايزة بنتي تبقى اه طول الوقت جايبة الفول مورك طول الوقت محققه التارجت بتاعها دايما اكسلنت هي مش اقل من اه زميلها خصوصا انها زكية ولماحة ومخها حلو قوي فكنت بفكر طول الوقت بالطريقة دي حتى لو مكنتش بقوله مع الوقت اكتشفت انه اه لأ هو ده مش كل حاجة في الحياة انا بدأت امشي سكة مختلفة معايا ناحية الكمالية دي بس هي بطريقة ما ورثتها فهمة يعني هيا لوبي نفسها بقت بعد شوية بتدور على انها زي تبقى برفكشونيزم في كل حاجة البرفكشونيزم بقى مسيطر اه تطورنا كتير لكن يعني احنا في حتة كويسة دلوقتي على الاقل ممكن يبقى البحث عن الكمال في الدراسة يمكن نتيجة خوفك عليها او قلقك او نتيجة طريقة انت ترى ربيتي عليها انت شايفة السبب فين السبب انه انا اصلا كنت كده من وانا صغيرة يعني انا تربيت على انه محتاجة ابقى جايبة الفول مارك في كل حاجة محدش احسن مني انا ليه انقص وفلان يجيب اكتر فده كان مسيطر على فكري خلاني لما كبرت بقيت بتعمل معايا بنفس الطريقة فانا ما كنتش بفرح لو لقيت ان انا نقص درجتين ثلاثة لو انا جبت في التقدير بتاعي نزلي جايد جدا مش امتياز كنت ببقى مدائقة وحسن في حاجة لسه مش عمامولة للاخر فده كان ده كان الميكانيزم التع تفكيري اغلب حياتي ده بطريقة ان ما كان مسيطر علي كمان مع روفينا انه هي مش بس كمان في المذاكرة ده في كل حاجة انت محتاجة حتى وانت بتاكلي وانت بتتكلمي وانت مع صحابك وبعدين بدأت حسن ودي ايود كتيرة قوي عليها كطفلة انها تبقى بتخضع عليها وهي صغيرة قبل ما تلاحظي ده عليها كيلي شوية عن القواعد اللي انت يمكن النهاردة تشوفي لأ ما دونة انت كنتي بتبلغي او مش عارفة كمان موقف بابا هل انت وبابا عندكم نفس الشيء انتو الاثنين بتبحثوا لتوقعات تكاد تكون في مستوى عالي شوية قوليلي النهاردة وانت بتشوفي اللي انت كأم بتمرسيه مع بنتك ايه اللي في وقتك وانت بتحسي ان هو مبالغ فيه ردود افعالي على وقت المذاكرة انت بعطنا عن الشيطات والنتائج بتاعتها انت بعطنا تقصدي انه انا وباباها انت وبابا اه عنده في نفس اللاين يعني في نفس الخط احنا شباف بعض في حاجات كتير فاحنا كمان احنا الاثنين يعني بنا تعافى من الكمالية كتير بنوقف نفسنا انه اتس اوكي اتس اوكي انها ما جابتش الفول مارك اتس اوكي انها نقصد درجتين او ثلاثة ده اثر عليها دلوقتي في ايه اه في حاجات كتير اوي الحياة هي دلوقتي بقيت مدركة الحياة يعني يعني الفكرة انه انا قررت اوسع عناية وسعت دايرة انت قلسيلي هي تسع سنين سبعة سبعة الفكرة انه قررت اوسع دايرة شوية انه الحياة مش مقفولة على مذاكرة وعلى درجات وشيتات في حاجات تانية في الحياة مهمة محتاجين نكون بنشتغل عليها وبدأت اوصلها الفكرة يعني اللي بدأت افكر فيه زي انه يبقى فيه رياضة انه نبقى بنتمرن ونلعب لعبة ونلتزم فيها وندخل فيها بطولات ونتفوق وهكذا زي انه يبقى لينا صحاب وانه بقى فيه كوميونيتي احنا بنخرج فيه وبنعرف ان نقضي وقت كويس قوي زي انه نبقى لينا وقت لربنا ولينا وقت لعالتنا ولينا وقت لنا كأسرة فبقى فيه حاجات تانية هي مركزة عليها وشايفيها وبقيت عارفة تستمتع بيها غير المذاكرة والمدرسة طيب انتي قلت سيلي جملتين وقفوني بتعافى من الكمالية وانه هي ورسة دا في الجينات ايوا شرحيلي اكتر عشان الكلمتين بالنسبالي يمكن يكونوا محتاجين توضيح انا بتعافى من الكمالية لانه زي ما قلتلك الفكرة المغلوطة اللي بفكر بيها او اغلبنا ورسحة كمان من الاستقافة المحيطة انه لو انا ما عملش كل حاجة يبقى انا ما عملش ولا حاجة فهي الكل يو ولا حاجة فده الحقيقة بيكسرنا يعني انا لو هتكلم عني انا ده بيعجزني كتير قوي لانه مش دايما بيبقى عندي كل الخبرة وكل الطاقة وكل الادراك اللي خليني اعمل الحاجة من نسبة ما يفهمني ومع الوقت اكتشفت انه ده مرهكلية والطاقتي ولما بدأت اكتشف اكتر انا مين ايه شخصيتي ايه مواهبي الحاجات اللي انا شطرة فيها الحاجات اللي انا مش شطرة فيها ومحتاجة قبلني على كده لقيت انه لأ انا كده محتاجة قال لسقف توقعاتي مني كتير قوي وبعد كده لما انا بدأت اتعامل معايا بالطريق دي بدأت اشوف كمان لوفينا انا كنت بعمل معايا ايه وهي بتفكر مع نفسها ازاي ففي مرة هي جات لي من اللامتحان متضايقة انها نقص الدركتين في شيط فانا قلت لها انت ليه متضايقة قالت لي علشان ما جرتش الفول مارك وقتها اكتشفت انه انا محتاجة علمها هي كمان ما تبقاش بصة على كل حاجة والمية في المية اوي تبقى مع مالية شحية وتبقى حزينة كأنها سقطت يعني كان الموضوع كبير اوي فساعتها اتكلمت معايا انه حبيبتي احنا الشيط دوره في الحياة انه يعرفنا احنا بنغلط في ايه الا انا مش فاحماك كويس ومحتاجة الرجعه ومحتاجة ذكره تاني ده مش بيقلل من مجهودك اللي انت بزلتيه ومش بيقلل من امتك ومش هيخليني انا كماما زعلانة منك وده بعد شوية هي بقت مبسوطة للفكرة وبقت قادرة تميز انه مامي انا لسه مش عارفة السؤال ده وغلطت فيه النهار ده في الامتحان فحتى من قبل ما النتيجة بتطلع بتبقى عارفة انه لأ انا في حاجة لسه مش فاهمها للاخر بابا ماشي معاك في نفس السكة بس عندي سؤال يعني محتاج منك برضو توضيح شوية مدنة بما انك عديتي بالخبرة دي وبتشاركينا بيها النهار ده وشكرا انك بتفتحلنا قلبك وبتحكينا عن حاجات تخصك وتخص بيتك وبنتك لما النهار ده انت عايزة خليها تلعب رياضة وعايزها تبقى في مجتمع وعايزها يبقى عندها مهارات ومواهب اللي بيأكد لك انت مدنة انك مش بتحاولي تحطي برضو برنامج مثالي يعني تبعني انها كلها حاجات حلوة وحاجات جميلة وحاجات مطلوبة لصحة الطفل النفسية بس ازاي بتقدري تفرملي نفسك من انك تحاولي تعملي كل حاجة بكل طاقة ممكنة وصح للاخر طيب هو انا فهماكي خليني يقولك وكأنه المرجع بتاعي هو استمتاع لوفينا بحياتها في وقت كده هي كان بتلعب جنباز عادت سنتين تقريبا في السنتين دخلت اربع بطولات حققت تارجت وجابت ماداليا دهب وفي وقت ما قبل البطولة باسبوعين تلاتة قررت انها هتوقف اللعبة خالص طبعا انا الحكتة الجمالية لجوية كان بترفص بقى وقتها انه لأ ازاي ده انت خلاص فاضل اسبوعين على البطولة تب خدي الماداليا واعودي نشوف بعد كده لعبة تانية وبعدين قررت انه انا هسكت هذا هفكر معنا بصير اول هو ايه الاولوية وبالكده هتكلم معاه فلما هديت وفكرت قررت انه قلت لي مادن الاولوية الاولوية مش اللعبة مش البطولة الاولوية هي تبقى مبسوطة ولانه الرياضة فتنس انت فان ولانه الحتة بتاعت الفان بدأت تقع منها فكنت شايفة ان الرياضة مش محققة تارجت بتاعها فبدأت اشوف لوفينا محتاجة ايه وده خلاني قبلت بسهولة انه اتس اوكي يا لوفي ما تخشيش البطولة ويلا نغير اللعبة كلها وشوف انت تحبي تعملي ايه كأن دي المستارة بتاعتي لوفينا مبسوطة بدا ولا لا هي مرتاحة وسط دا ولا لا عارفين نعمل ده مش شرط يكون مية في المية يعني هاد الوقت بتلعب اللعبة تانية خالص بس هي مقررة انها مش هتدخل البطولة حتى لو هي وصلت لليفل عالي فيها وانت بالنسبالك تمام اتس اوكي المهم انت تبقي مبسوطة في اللعبة ومستمتعة بوقتك فيها فاعتقد دي الحتة اللي اقدر انا اميز نفسي فيها انه انا لسه كمالية ولا لا خلاص الموضوع بدأ يزبط يعني كزوج وزوجة الكمالية اكيد بتعكن علينا كتير لانه فيها توقعات برضو فانا متوقعة منه يعمل كزا ويعمل كزا ويعمل كزا وهو اصلا مش في باله دول هو في باله حاجات تانية كوي كب حكونا عن المشوار بتاعكم في الحتة دي ازاي قدرتوا توصلوا بعض بتواصل كويس وتواصل جيد ويبقى تأثيره كمان ايجابي على بنتكم ده احتاج من ان انا شغل على نفسنا وقت طويل يعني ده احتاج انه انا اشتغل على نفسي اعرفني اعرف انا ايه استمعت شخصيتي اه ايه المهارات اللي انا اه اللي عندي اللي انا شطر فيها وهو كمان يشتغل على نفسه وبعد شوية بقينا بنشتغل اكتر ان انا قضي وقت زي اه كواليتي تايم ليه انا وهو لوحدنا نتكلم نقول لبعض انا اكتشفت في نفسي ايه او انا شغال على نفسي في ايه دلوقتي او انا بتتغير في ايه او انا لقيتني اتغيرت في ايه عن زمان وهو نفس الكلام من ضمن اكتشفات المهمة بعد التجواز ان احنا ما بنفضلش زي ما احنا بنفس الشخصيات اللي اتجوزنا بيها احنا بنتغير ولانه بقى لنا تسع سنين متجوزين فاحنا عد علينا سيزنز كتير قوي كان مهمة قوي انه نعمل ده بشكل مستمر اننا نقعد مع بعض بنتواصل اه نحكي عننا عن شخصياتنا وعن علاقتنا اه وده ساعدنا قوي الحقيقة لانه بقينا بنتفق هنتعامل ازاي معلوفي ولما بنلاقي مشكلة مش هارفين اللي قالها حل بنقعد انا هون اتكلم بعد كده ممكن نلجأ لمساعدة نسأل حد متخصص نقرأ كتب ازاي كمالاكت بتاكن عليكم التوقعات اه سقف التوقعات كان بينزل علينا سواء منكم انتو البعض او ايه اكيد لا احنا الحقيقنا الموضوع بدريس صراحة يعني ما نزلش على دماغنا بينا بس نزل على دماغنا طبعا طبعا توقعاتنا من بعض كانت لود على كل حد مننا يعني اعتقد هو ده مش عكس النجاح يعني اننا اللي احنا بنتناقش فيه اكيد كل حد عايز ينجح سواء في الرياضة او في الدراسة او عايز كمان ولاده يشوفهم نجحين بطريقة ما لكن مشكلتنا هنا هي التوقعات المبالغ فيها اللي احيانا كأنها ببحث على الكمال الكمال ده مش موجود يعني هو نسخة مش موجودة على الارض كل طفل ليه قدراته وليه مواهبه وحاجة انت قلتها كمان انا عايزة اضيفها وانوهها عنها رياضة اللي اخترتها غيرتها فكأنه حتى مع الوقت ومع السنين ومع المهارات اللي بتكتسبها ممكن يظهر عندها كذا نوع من الاهتمامات بس الهدف واللي انت قلت سيه مادونا وده بشكرك انك قلت الجملة دي الهدف ان احنا نتبسط ونستمتع باللي احنا بنعمله ولو فقط ده فاحنا هنا في الارم في حاجة بتقول انه هنا في خطر انا مبسوطة بحوارنا سوي مادونا ويعني سعيدة جدا بالخطوات اللي انت بتاخذيها واللي بابا بياخدها واللي لوفينا بتاخدها وعايزة اضيف انه هو فعلا عبارة عن وعي الدراك وملاحظة وتغيير شكرا جدا يا مادونا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة